كان فيه واحدة على جروب من الجرابات بتحكي القصة بتاعتها يعني حصلت معاها بتقول ان هي كانت بتعمل اكلة في المطبخ وكانت حطة طاصة فيها زيت على البتجاز بس لسه مش سخنة يعني وعندها ابن تقريبا ثلاث سنين او ثلاث سنين ونص فابنها كان واقف جنبها فمسك الطاصة وبعد كده كب الزيت على نفسه وعلى الارض وعلى السجادة بتاعت المطبخ وهي طبعا زي اي ام قاعدت زعق ويمكن كمان ضربته اه ونعي اهم بقى ازاي هتنظف السجادة من الزيت وازاي هتنظف له شعر وهدوم المليانة زيت فاخدته وراحت على الحمام علشان تديره شعر وكده فهي بتخسله شعر وكده بشعبه اه فاستوقفت كده لحظة وقالت يعني تخيلت كده لو الزيت ده كان صخر ده هيكون موقفها او ده هيكون رد فعلها بتقول كان زماني بجري بي دلوقتي على المستشفات اهم حاجة عندي ان هو يكون كويس لا افكر في سجادة ولا افكر في زيت ولا افكر في هدومه اللي تبهدلت ولا افكر في اي حاجة من ديات خالص اه فاستي بتحكي عادت طول انا عط عيط واحطن في ابني وعادت اقول الحمد لله وطلعت صليت رقعتين شكر الله وعادت اقول الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه اضا لطف ان ربنا لطف بابني ان هو جت على قد كده بس بصراحة قصة الستي ديات اثرت فيه قوي يعني انا وقفت عندها كتير لان انا زي اي ام يعني لما ولدي ساعات يوقع وحاجات او يكوب وحاجات او كده باب انا اهم تنظفها بقى ولسه هنضف ولسه وساعات عود ازعق وساعات عقبهم فلا بجد احنا لازم لأ من هنا نقطة من اول سطر يعني سبحان الله ربنا هم اطفال وطبيعي ان هم يغلطوا احنا هي كبار اكيد بنغلط هم طبيعي ان هم يغلطوا ويتعلموا من غلطهم ده فرفقا بيهم وانا كمان رفقا بأولادي لان هم فعلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قالوا مزينة الحياة الدنيا ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم يا رب ان شاء الله منشوف اولادنا اي حاجة وحشة ولا ندوق ابدا ابدا تعبهم او مرضهم او اي حاجة تأذيهم ان كانت نفسيا او جسديا وانا تقريبا عملت معاكم منظم كاج ويراب تكون القصة عجبتكم ولو اعجبكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته